إذن إلى رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في إيكوتي جروب معنا في هذه الأثناء رائد أصعد الله أوقاتك بكل خير يعني دعنا نبدأ من حيث انتهينا والموضوع الذي يشغل بال البيت الأبيض والكونغرس والولايات المتحدة وجزء كبير في العالم بالطبع وهو رفع سقف الدين الأمريكي برأيكم يعني في نهاية الأمر تعودنا على هذا السجال وسرعان ما ينتهي الأمر بالتوافق لماذا الموضوع أكثر تعقيدا هذه المرة؟ يعني هو بنفس التعقيد أو بنفس مستوى التعقيد طيب لأنه نحن نتحدث لأول مرة تاريخيا أو لم يحدث في التاريخ أنت خلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونه وبالتالي نحن على موعد قريب جدا أو في وقت قريبين جدا من هذا الموعد نحن في مطلع شهر يونيو يعني رح يكون في عنا التخلف عن السداد وبالتالي الخزانة الأمريكية يعني تنضب السيولة فيها بشكل كامل وهنا يعني هذا أمر خطير يستدعي أن يكون في عنا اتفاق وبالتالي المفاوضات اللي عم بتكون حاليا أعتقد ما بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس هي عملية الانفاق التي سوف يتم من قبل الحكومة الأمريكية في الفترة القادمة وكيفية وآلية هذا الانفاق مع تركيز أكبر من قبل بايدن والديمقراطيين على أن يكون هناك انفاق على حلول الطاقة البديلة وبالتالي أعتقد هذا لب النقاش الرئيسي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين لا أعتقد أنه سيكون في عنا التخلف ولكن الانتفاق أيضا سيضع الاقتصاد الأمريكي والحكومة الأمريكية أمام فترة جديدة سوف نصل فيها إلى نفس هذه المشكلة وبالتالي يتم الوصول إلى سقف الدين تم الحديث سابقا في أكثر من مرة لأنه لازم يكون هناك خلق لديناميكية جديدة لمواكبة سابق الدين الأمريكي في الفترة القادمة حتى لا يكون هذا هو السيناريو القائم في المرات القادمة التوسع في عملية الدين العام أعتقد أنه يضع له حد من قبل الحكومة الأمريكية لأنه تجاوز مستويات كبيرة جدا في الآونة الأخيرة نعم رأي دياني نحن هذا الأسبوع أيضا على متابع لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وأيضا بيانات يوم الجمعة المتعلقة بالتضخم وأيضا نفقات الاستهلاك الشخصي برأيك اليوم هذه البيانات التي سنسمعها إلى أي مدى قد تغير أيضا من مسار الفيدرالي أمس نبقى على كما هو تسعر الأسواق بتثبيت معدلات الفائدة لكن من بعد هذا التثبيت كيف هو التوجه المتوقع وخاصة في ظل ما نشهده أيضا من هذه الأزمة المتعلقة بصقف الدين حقيقة يعني نحن إذا بدنا نشوف كل المقاومات الموضوعة على الطاولة كأولا مخاوف الركود الاقتصادي مستويات الناتج المحلي الإجمالي حاليا بدأنا نرى فيها نوعا ما إمكانية أن نحن مقبلين إلى انكماش أو ركود في نهاية تعاملات هذا العام مع أسعار فائدة عند الـ 5.25% بالتالي أفاق رفع أسعار الفائدة محدودة بشكل كبير ولكن لا يزال أمل موجود أنه في عنا احتمالية رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو القادم بناء على معطيات الاقتصاد التي يركز عليها الفيدرالي وهي قطاع التوظيف الذي لا يزال يؤدي أداء إيجابيا ومستويات تضخم التي لا تزال نوعا ما أعلى من المستاذفات عند الـ 4.9% هي تتجاوب مع أسعار الفائدة المرتفعة ولكن لا تزال بعيدة نوعا نسبيا عن المستاذف عند الـ 2% إجمالا أعتقد الفيدرالي قد يتجه ويفاجئ الأسواق ونحن عم نشوف قوة الدولار الأمريكي الأخيرة هي عبارة عن هذا الأمل الذي لا يزال موجود بأنه في رفع بأسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس ومن بعدها يبدأ الحديث عن التثبيت وعدم الرفع وحتى إمكانية تقليص أسعار الفائدة ولكن مع هذه الرفع فلا شك بلا شك رح يكون عندنا احتمالية الكساد أو الركود كبيرة جدا مع مطلع التعاملات هذا العام وإن تراجع التضخم نحو الأستاذفات لكن الاقتصاد سيواجه ركود اقتصادي وبالتالي إمكانية تقليص أسعار الفائدة في الربع الأول من العام القادم تقد تكون واردة جدا رايد حامد الخضر كبير الاستراتيجي الأسواق في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر